اكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة على نجاح مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ سبعين من مجمل المبادرات المطروحة رغم ظروف جائحة كورونا واضاف الزياني ان صادرات البحرين من خلال خططها الاستراتيجية استطاعت نقل المنتج البحريني من السوق المحلية الى الاسواق الاقليمية والعالمية اللهم لك الحمد يعني برغم الظروف الصعبة اللي مرننا فيها في عام 2020 بسبب جائحة كورونا الا احنا اليوم تعديننا تقريبا 70% من المبادرات والمبادرات المتبقية مجدول لهنا تنجز في عام 2021 و22 فبانتهاء الخمس سنوات ونكون حققنا المبادرات كلها 100% ربما من اكبرها هي صادرات البحرين اللي اطلق في نوفمبر 2018 والهدف مننا بكل بساطة هو نقل المنتج او الخدمة البحرينية من السوق المحلي الى السوق العالمية نجاحنا والله الحمد نجاح كبير في ذلك تم تركيز جميع جهود وعمل صادرات البحرين على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتأينا في المرحلة الابتدائية ان احنا ما نشرك الشركات الكبيرة بحيث ان يتم تسليط الضوء ودعم القطاع الناشئ والقطاع الصغير والمتوسط ونجاحنا نجاح كبير في الوصول الى اسواق جديدة نجاحنا نجاح كبير في ان ننقل المصنع او المنتج او مقدم الخدمة البحريني من البحرين الى الاسواق الاخرى ليس فقط في منطقة الخليجة والمنطقة المجاورة بل الى جميع انحاء العالم بما في استراليا وامريكا الجنوبية الكثير منهم لم يسبق له ان صدر فانفتح له سوق جديد الكثير منهم ما فكر حتى يصدر العنصر النسائي تقريبا فوق 35% من ملاك هذه الشركات او المؤسسات وركزنا على عدة قطاعات اكثر من سبع قطاعات انتاجية استفادت من هذه المبادرات ونشوف ان العمل قاعد يزيد من عام تلو الاخر من بدايتنا في 2018 الى ما وصلنا اليه اليوم في 2021